أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن المبادرات الرائدة التي أطلقها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أرصت ركائز عالمية لتعزيز الحوار وترسيخ ثقافة التسامح بين الأديان والثقافات جاء ذلك خلال كلمة ألقها رئيس البرلمان العربي في إطار مشاركته في منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان والذي استضافته مدينة بولونيا الإيطالية وتناول العسومي في كلمته الدور الرائد الذي يقوم به جلالة الملك المفدى في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة على جميع المستويات داعيا في كلمته إلى مبادرتين من شأنهما تعزيز دور البرلمانيين في مجال الحوار بين الأديان وهما تأسيس منصة برلمانية عالمية للحوار بين الأديان وإعداد دليل للبرلمانيين لتعزيز الحوار بين الأديان